اشتركوا في القناة درس من اعداد وتقديم الأستاذ سلطان الزهراني إذن أحبتي من خلال موضوع درسنا اليوم خصائص المواد ماذا تتوقعون أن نتعلم خلال هذا الدرس سنتعلم أحبتي في درسنا لهذا اليوم أولا سنتعلم توضيح خصائص المواد توضيح خصائص المواد ثانيا سنتعلم أحبتي ما المادة ماذا يقصد أحبتي بالمادة إذن سنتعرف على المادة ثلاثة سنتعلم أيضا أحبتي الكتلة ما المقصود بالكتلة ما المقصود بالكتلة أربعة سنتعلم أيضا أحبتي في درسنا لهذا اليوم كيف نقيس الكتلة كيف نقيس الكتلة إذن على بركة الله نبدأ أحبتي درسنا لهذا اليوم ولنبدأ أحبتي درسنا لهذا اليوم بهذه التهيئة أنظر وتساءل إذن ننظر إلى هذه الصور ونتساءل انتبهوا معي أحبتي إلى هذه الصور ولنسأل أنفسنا مما صنعت الأشياء التي في الصورة وكيف أصفها إذن ننظر إلى هذه الصور ثم نحاول وصفها أحبتي ولنبدأ أحبتي بهذه الصورة مثلا لنبدأ بوصفها ما لونها أحبتي؟ أحسنتم لونها أصفر وماذا تسمى هذه المادة؟ بارك الله فيكم تسمى الإسفنج والإسفنج أحبتي يستخدم في عملية التنظيف الآن أحبتي لنستقل إلى هذه الصورة ماذا يوجد في هذه الصورة؟ أحسنتم يوجد الآيس كريم وهذا الآيس كريم أحبتي مصنوع من مادة الحليب بالإضافة إلى بعض الفواكه لإعطائه الطعم المميز إذن أحبتي كيف نستطيع أن نصف طعم الآيس كريم؟ أحسنتم باستخدام حاسة التذوق إذن حاسة التذوق نستطيع من خلالها وصف طعم الأس كريم الآن ننتقل إلى هذه الصورة هنا ماذا يوجد في هذه الصورة؟ أحسنتم إنها الملعقة وهذه الملعقة أحبتي مما تصنع؟ ممتاز بارك الله فيكم تصنع من المعدن الآن لننتقل إلى هذه الصورة هنا ماذا يوجد في هذه الصورة؟ أحسنتم العطر وهذا العطر أحبتي مصنوع من المادة الكيميائية بالإضافة إلى بعض المعطرات الطبيعية المأخوذة من الأعشاب العطرية فيما يستخدم العطر أحبتي؟ ممتاز يستخدم العطر لتلطيف الجو برائحته الزكية كذلك لتعطير أجسامنا بالروائح الزكية للعطر بارك الله فيكم أحبتي الآن أحبتي لنبدأ في التعرف على خصائص المادة توصف المادة أحبتي بتوضيح خصائصها إذن نستطيع وصف المادة بتوضيح الخصائص ولننظر أحبتي أولا إلى هذه الصورة ماذا يوجد في هذه الصورة؟ ممتاز بارك الله فيكم إنها لعبة الدب إذن ما هي الخصائص المميزة للمادة؟ الخصائص المميزة للمادة أحبتي قد تكون اللون أو الشكل أو الحجم والملمس أو قد نستخدم أحبة الرائحة أو الطعم أو الصوت في وصف المادة إذن اللون والشكل والحجم والملمس والرائحة والطعم والصوت قد تساعدنا في وصف المادة ومن خلالها نصف المادة الآن أحبتي أنظروا إلى هذه المادة هذه دمية الدب ونحاول أن نظهر ما هي الخصائص المميزة لهذا الدب إذن فكروا معي أحبتي ولنبدأ باللون مثلا من يستطيع تحديد اللون؟ ممتاز بارك الله فيكم اللون بني من يستطيع أن يصف لي الملمس؟ رائع الملمس؟ ناعم إذن الملمس واللون هما الصفات المميزة لهذا الدب الآن ننتقل أحبتي لوصف هذه التفاحة انظروا معي إلى هذه التفاحة ونحاول أن نظهر الخصائص المميزة لهذه التفاحة ونبدأ مثلا باللون من يستطيع أن يظهر أو أن يعطيني لون هذه التفاحة؟ ممتاز بارك الله فيكم لونها أحمر أحسنتم من يستطيع أن يصف لي طعم هذه التفاحة؟ بارك الله فيكم طعمها لذيذ إذن لونها أحمر وطعمها لذيذ الآن أحبتي لنفكر ما هي الحواس التي استخدمناها لوصف هذه التفاحة؟ أي الحواس استخدمنا لوصف هذه التفاحة؟ ممتاز بارك الله فيكم حاسة البصر لوصف اللون وحاسة التذوق لوصف طعمها اللذيذ أحسنتم أحبتي الآن أحبتي لننتقل إلى التعرف على المادة ما المادة؟ ونبدأ أحبتي في معرفة أن جميع الأشياء حولنا مكونة من مادة فمثلا الملابس التي نرتديها مكونة من مادة القطن أو مادة الحرير أو من أي مادة أخرى صنعت بها والمادة أحبتي تشغل مكانا وحيزا إذن المادة تشغل مكانا أو حيزا وتأتي المادة أحبتي في ثلاث حالات كما تعرفنا في الدرس الماضي المادة تكون في ثلاثة أشكال أو ثلاث حالات ما هي أحبتي؟ ننظر إلى هذه الصورة أحبتي ما هي الحالة الموجودة هنا؟ ممتاز الحالة الغازية ممتاز الهواء الموجود في البالون يمثل الغاز ما هي المادة الموجودة هنا؟ ممتاز الحالة السائلة التي يعبر عنها الماء الموجود في هذه الصورة ما هي المادة أو حالة المادة هنا أحبتي؟ بارك الله فيكم إنها الحالة الجامدة أو الصلبة الموجودة في هذا الكرسي الخشبي إذن المادة أحبتي تأتي في ثلاث حالات غازية وسائلة وجامدة بارك الله فيكم الآن لنتعرف أحبتي على الكتلة ما المقصود بالكتلة؟ الكتلة أحبتي هي كمية المادة الموجودة في الشيء كمية المادة الموجودة في الشيء ولننظر أحبتي الآن إلى هاتان الصورتان ماذا يوجد هنا في هذه الصورة؟ أحسنتم لعبتان للسيارات هذه لعبة مصنوعة من مادة البلاستيك وهذه اللعبة مصنوعة من مادة المعدن إذن كمية البلاستيك الموجودة في هذه الصورة تسمى الكتلة وكمية المعدن الموجودة في هذه الصورة أيضا تسمى الكتلة وكلما كانت الأشياء ثقيلة كانت كتلتها أكبر إذن إذا صار الوزن ثقيلا كانت الكتلة أكبر من الأشياء الخفيفة بما أن عرفنا أحبتي أن الأشياء الثقيلة لها كتلة أكبر من الأشياء الخفيفة إذن أي السيارتان لها كتلة أكبر؟ هل السيارة البلاستيكية أم السيارة المعدنية؟ فكروا أحبتي أحسنتم بارك الله فيكم المادة المعدنية أثقل من المادة البلاستيكية إذن فوزن هذه السيارة هنا أثقل من وزن السيارة الأخرى وبالتالي كتلتها أكبر من كتلة السيارة البلاستيكية بارك الله فيكم أحبتي الآن أحبتي بعدما تعرفنا على الكتلة لنتساءل كيف نستطيع أن نقيس الكتلة؟ إذن كيف نقيس الكتلة؟ انظروا معي أحبتي إلى هذه الصورة ماذا يوجد في هذه الصورة؟ ممتاز بارك الله فيكم الميزان إذن نقيس الكتلة أحبتي باستخدام الميزان انظروا يا أحبتي إلى هذا الميزان يوجد في هذا الميزان كفة حمراء وكفة زرقاء أين يميل الميزان؟ أحسنتم إلى الكفة الحمراء ماذا يوجد في الكفة الحمراء؟ هذا الأرنب المعدني وماذا يوجد في الكفة الزرقاء؟ هذا الأرنب الإسفنجي إذن بما أن الميزان يميل باتجاه الأرنب المعدني إذن كتلة الأرنب المعدني أكبر من كتلة الأرنب الإسفنجي لأنه أثقل لأنه أثقل أصبحت كتلته أكبر بارك الله فيكم أحبتي الآن أحبتي لنتساءل ولنختبر أنفسنا بهذه التساؤلات ولنبدأ أحبتي بهذا السؤال أي الصور التالية توصف برائحتها الزكية؟ انظروا معي إلى هذه الصور الثلاث ثم اختاروا الصورة التي تمتاز برائحتها الزكية هل توصلتم إلى الإجابة أحبتي؟ أحسنتم بارك الله فيكم إنها الزهرة تمتاز برائحتها الزكية الآن لنتقل إلى هذا السؤال الآخر أي الصور التالية توصف بأن ملمسها ناعم؟ انظروا إلى هذه الصور ثم اختاروا الصورة التي تمتاز بأن ملمسها ناعم هل توصلتم إلى الإجابة؟ أحسنتم بارك الله فيكم إنه صورة الدب بارك الله فيكم أحبتي الآن لنتقل إلى هذا السؤال الآخر أي الأدوات التالية تستخدم لقياس الكتلة؟ هل نستخدم المسطرة لقياس الكتلة؟ أم الملعقة؟ أم الميزان؟ اختاروا أحبتي الصورة المناسبة هل اخترتم؟ أحسنتم إنها صورة الميزان فالميزان يستخدم لقياس الكتلة بارك الله فيكم الآن أحبتي لنقرأ الكلمات التالية ثم لنقم بتوصيلها بالصورة المناسبة لها ولنبدأ أحبتي بهذه الكلمة اقرأوا معي اللون اللون أي الصور نستطيع من خلالها أن نصفها اللون؟ هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ لنقم إذن بالتوصيل ممتاز صورة العين حاسة البصر نستطيع من خلالها وصف اللون أي الصورة التالية أحبتي تستخدم لوصف الطعم؟ إذن لنقم بالتوصيل أحبتي بارك الله فيكم اللسان يستخدم لوصف الطعم عن طريق حاسة الذوق بارك الله فيكم أحبتي أما الرائحة الكلمة الثالثة الرائحة ماذا نستخدم لوصف الرائحة؟ حاسة ماذا؟ أحسنتم حاسة الشم باستخدام الأنف بارك الله فيكم الآن أحبتي لنأخذ ما تعلمناه اليوم في درسنا في هذه النقاط الموجودة في مامنا تعلمنا أحبتي أن للمادة خواص أو صفات ويمكن أن نتعرف عليها من خلال أو من استخدام حواسنا كحاسة الشم والسمع والبصر والتذوق واللمس الحواس الخمس بارك الله فيكم أحبتي كما تعلمنا أحبتي أن المادة تشغل مكانا وحيزا وتأتي المادة في ثلاث حالات المادة الصلبة المادة السائلة المادة الغازية كما تعلمنا أحبتي أن الكثير تسمى كمية المادة الموجودة في الشيء وأنه يمكن قياس الكثير أحبتي باستخدام الميزان باستخدام الميزان أحسنتم أحبتي بارك الله فيكم أرجو أن تقونوا استفدتم من درسنا أحبتي لهذا اليوم على أمل أن ألقاكم إن شاء الله في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته